منا بغداد نضم إلينا ضيفنا الدكتور منافع الموسوية رئيس مركز بغداد لأدراسات الاستراتيجية والأمنية أهلا بك دكتور على شاشة الغد يعني بداية فكرة اللجوء إلى الشارع الآن في هذه التوقيتات الحسسة جدا في العراق هل تفيد دكتور منافع أم لا سيد العزيز في البدء لنحييك وعلى جميع المتابعين مشاهدة دي خناة الغد يعني أنا أولا ابتداء أقول أن محاولة إخراج الشارع هي بدعة قام بها ترامب يعني في الانتخابات الأخيرة وكانت نتائجها أيضا غير محسوبة قبل ترامب دكتور كان هناك خروج للشارع في عدد من الدول حتى في المنطقة العربية ليس كذلك لا هو يعني المسألة واضحة مو هذا القصد لكن اليوم الخروج على مفوضية انتخابات بشروط ربما غير يعني بشروط تعجيزية في المشكلة أنه أنت تتحدث يعني كأنما أنت تكون الظالم والمظلوم أنت تكون يعني المشتكي وتكون القاضي في نفس الوقت يعني الأخوان يصرون على أن طعونهم هي لابد أن تسير بالتالي كأنما يعني يجردون موقف المحكمة التمييزية الخاصة من فوضية العليا الانتخابات وهذا يعني هذا الإصرار هو بالنتيجة طعون مسألة قانونية صحيحة والكل يتقبلها وكل من عنده شيء أو طاعت يقدم إلى المحكمة والمحكمة تنظر في هذه الطعون لكن محاولة الضغط باستخدام الشارع أو بالتلويح باستخدام القوة أو بالتلويح بالتخويف بزعزعة السلم المجتمعي كل هذه أعتقد قضايا يعني ابتدأها بترامب ولم ينجح فيها بالنتيجة يعني حاول أن يمرسها وحاول أن يضغط فيها ولم ينجح فيها بالعودة إلى الفكرة الأم يعني الخروج إلى الشارع أو خروج التظاهرات هل هي درجة من درجات الحديث بوضوح أن القضاء غير مستقل في العراق بالتالي هم رافضونها للنتيجة لا دكتور ليس كذلك استاذ يعني الخروج إلى الشارع أو استخدام الشارع أو استخدام التظاهرات هو حق دستوري يعني من حق أي مواطن يعبر بهذا التعبير على شرط لا يتجاوز دكتور لكن مبطن بماذا هو مبطن برفض لعملية انتخابية كانت لها مفوضية لانتخابات وما ظل قضائية ليس كذلك إذن الخروج الرافض هو خروج رافض للنتيجة أي تشكيك في نزهة القضاء لذلك أقول أنها بدعة سياسية اليوم وأخشى أن تصبح هذه البدعة أن تصبح عرفا يعني كل من لم يربح في الانتخابات بنتيجة يأتي إلى الشارع ويحاول أن يقطع الشارع ويعتصم من هذه القضايا هل ستأتي بثمرة يعني الخروج هذا سوف يأتي بثمرة ما أم لا في رأيك لا هو الخروج محاولة يعني ضغط أو مارسة نوع من الضغط سواء كان المفوضية على الحكومة الخروج السلمي كان ما معترض عليه اليوم البعض حاول أن يوسع مساحة التظاهرة يزيد يعني يذهب إلى الباب الثاني للخضراء والمعروف بسبب باب التخطيط أو باب وزارة الدفاع وحدثت تصادمات عملية التصادم الخروج التظاهرات عن السلمية قبل التصادم والاشتلاك يجعل من المتظاهرين قبل التصادم سأتي إلى هذه النقطة رجاءة لكن الضغط للعودة إلى ماذا؟ للعودة إلى طاولة النقاش في تشكيلة الحكومة الجديدة من أجل تغيير النتيجة من أجل القول فقط أننا فائزوا من أجل ماذا؟ لا 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 هم يعلمون اليوم المعترضون يعلمون أولا أن هذه الاتخابات هي ربما من أفضل الاتخابات التي جرت من 2003 إلى اليوم لعدة أسباب يعني أولا هذه لم تحدث فيها لكن بالنتيجة سيدي اسمح لي أن أقول أنا أعتقد أن كل الانتخابات على مستوى العالم تحدث فيها بعض الأقطاء وخصوصا يعني الاتخابات التي تكون تجاربها قصيرة أو تجاربها يعني افتدائية بالنتيجة لا أنكر يعني أن تكون هناك بعض الأقطاء ولكن هذه الأقطاء قياسا إلى الأقطاء التي مورست أو استخدمت وفي الاتخابات السابقة تعتبر الأقطاء لا تذكر يعني بشيء لا تؤثر على النتائج لا تؤثر على النتائج هناك أخضر لا هو حتى الاعتراضات بشكلها العام هي التي تجاوز 5% من ناتج الانتخابات بالتالي حتى لو سلبنا أن كل الاعتراضات يعني تمثيها لن تغير شيء من الخارطة الانتخابية لكن باعتقادي أن الأخوة يريدون الضغط لاستفادة من الوقت لأن أعلان النتائج لا توجد فيه أوقات دستورية هم يريدون أن يطللون أطول فترة حتى يتم أعلان النتائج لأن بعد أعلان النتائج سوف تكون هناك توقيتات دستورية ملزمة للعمل بها وهي اختيار رئيس البرلمان واختيار رئيس الجمهورية ثم اختيار رئيس الحكومة هذه الأوقات الدستورية يعني أعتقد الأخوان يريدون أن يفلوتون منها حتى يبقون بضغطون للوصول للذهاب إلى حكومة التوافقية طيب هذا ما كنت أود أن أصل إليه معك دكتور مناف طيب العودة إلى من الذي قام بعملية التظاهر يعني هذه الأحزاب دكتور مناف ليست هينة نور المالكي كان رئيسا للوزراء حيدر العبادي في تحالف النصر كان رئيسا للوزراء أي بإمكانهم تحريك الشارع مرة فأخرى فأخرى كيف يؤثر هذا الوضع على المسارات المختلفة الاستحقاقات الدستورية العملية السياسية مكفحة الشغب والإرهاب والعنف وبالتالي نصل هنا إلى قوات الأمن هل تلتزم درجات المهنية مع المتظاهرين دكتور؟ يعني صعبة جدا اليوم ما حدث يعني من عمليات ضرب القوات بالحجارة وببعض الأدوات الحادة بحيث أن تقرير وزارة الصحة تحدث أن عدد الإصابات يصل إلى 125 إصابة 27 إصابة فقط للمدنيين والباقي أكثر من 97 إلى 98 إصابة من العسكريين في إشارة إلى أن مقدار التحمل الذي تحمله العسكريين حتى بدأت ردود الفعل وبالتالي بالتأكيد هم بشر قد يخطئون وهذا ما نتمنى أن لا نصل إليه يعني أن يكون هناك تصادم وأن يكون هناك صراع وأن يكون هناك عمليات حدوث أفضل إصابات أو حدوث بعض الإشكاليات لكن ما أعلنت وزارة الصحة أن لا توجد حالات وفاة في هذه التظاهرات وهي حالة إيجابية هذا التصادم يحدث بالتأكيد نتمنى أن تطور القوات الأمنية من أساليبها وتستخدم الأساليب العلمية والعالمية في عملية مكافحة الأرهاب وفي عملية التعامل مع المتظاهرين الغاضبين والذين بالتأكيد لديهم رؤيتهم لديهم تصوراتهم أو لديهم أعتقاد بأن هذه الاتخابات قد أخذت من أصواتهم وبالتالي لا بد من استيعاب هذا الجمهور لأنه بالنتيجة هم مواطنين عراقيين ويستحقون منها جميع الاحترام كلمة جيدة دكتور صراحة تدعو إلى التهدئة شكرا عليها دكتور مناف لكن قبل أن تغادر شاشة الغد يعني مشاورات تشكيل الحكومة عندما نجد طيار الصدري ومسألة أنه يقود هذه المشاورات الآن وبداياتها دكتور مناف كانت مع الجانب الكردي مع حزب الديمقراطي هناك هل من دلالة ما دكتور لهذه البداية ضربت البداية من كردستان هل لها معنى دكتور مناف أم لا بالتأكيد سيد العزيز اليوم قدنا القوائم الثلاثة الفائزة الأولى والتي متوثلة بالتار الصدري شيعيا وبتقدم سنيا وبالحزب الديمقراطي كرديا أعتقد أن هذه التيارات ضرورة التواصل والاتفاق لاجتماعها معا باجتماع هذه التيارات من الممكن الحصول على الأرقام الدستورية لاختيار الرئاسات الثلاثة وكذلك اختيار رئاسة الحكومة بالتالي أعتقد أن الحوارات هي حوارات إيجابية والجميع اتفق على أكمال هذه الحوارات بعد أعلان نتائج الانتخابية والمصادقة عليها لكن كل المواشرات تشير إلى أن الحوارات حوارات إيجابية وأن هناك تفهم للبرنامج الانتخابي الذي قدمه السيد الصدر في الخطبة الأولى بعد أعلان النتائج الأولية وبالتالي أعتقد أن هناك الكثير من المشتركات بين هذه الكتل الثلاثة سواء الحزب الكرديسان الديمقراطي أو حتى بالنسبة إلى تقدم يعني زار السيد مقتدر الصدر زعيف تقدم السيد محمد الحلبوسي وكان هناك حديث وكان هناك توافق تقريبا في الرؤى ما بين الكتلتين نحتاج أن يترجم هذا التوافق إلى تحالف حقيقي للحصول على قائمة طولية تكون فيها جميع مكونات الشعب العراقي وتكون قادرة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية لتثبيت الآلية الديمقراطية من خلال خلق كتلة موالات وكتلة معارضة داخل البرلمان شكرا جزيلا دكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد لدراسات الاستراتيجية والأمنية أشهرك جدا دكتور مناف المThrق موسيقى ترجمة نانسي قنقر